نأخذ في التاني الناس اللي كانت بتسألنا على حديث كنا قلناه في حلقة من الحلقات إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الإثنين ويوم السلساء فاستجيب له عصر الأربعاء نعم حديث هزيدكو بقى هزيدكو حاجة حلوة كمان حديث بتوع الساعتين عن سهل بن سعد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما فيهما أبواب السماء وقلمة بس ترد على داعي دعوته إيه الساعتين اللي بتفتح لهم أبواب السماء تتفتح كلها آه إحنا عندنا أبواب السماء بتتفتح إمتى يلا مين يقول فيكم ندعيله قولوا لعيالكو كده آه عند أزان الدهر أبواب السماء مفتوح عشان كده يصلى قبل الدهر أربعة وأربعة دهر وأربعة دهر الوقت تفتح فيه أبواب السماء وإيه كمان ها والساعتين دهر القلمة عايزة بس أجيب لكم القلمة يعني قليل منكم اللي يدعي وترد دعوته مين إيه الساعتين عند حضور النداء والصف في سبيل الله الله وفي لفظة تاني سنتان لا تردان أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس يعني حين يلتحم الجيش بعض وبعض الحديث بيبين إيه إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن فيه وقتين الأوقات دي بيكون فيها الدعاء مستجاب تفتح فيها أبواب السماء جميل جميل الأمر ده فيقول سنتان يعني دعوتين لا تردان أو قلمة يعني تكاد تكون أبدا لازم هيستجب لك ويكون فيها الدعاء مستجاب أول حاجة عند النداء الدعاء عند سماع الأذان الناس اللي عملت حرب الأذان وتقول لك كذا والصوت ما تختاروا ناس بالأذانات هي الناس عملت تدعو للإسلام بالأذان فقط الناس بتبقى وقفة وأصلا مش مسلمين ويقفوا يسمعوا كل أذان أذان الظهر بمقام أذان العصر بمقام تاني أذان المغرب بمقام تالت خالص كل أذان بمقام مختلف وتبقى يعرفوا ده دهر والعصر بدعية الأذان واللي بتقال عند الأذان لما تقوم للصلاة ويقول الأذان تفتح أبواب السماء دعوتك مستجام وعند البأس يعني عندما تشتبك صفوف المسلمين مع العدو رواية تانية زود عليها وقت المطر إن شاء الله إحنا في الشطة هو المطر جاي المطر جاي جاي يعني إن شاء الله يا رب وقت نزول مطر وقت استجابة الدعاء كل ده فيها الدعاء مستجاب طب أنا علشان يكون مستجابة دعوة أطب مطعمة أختار وتحيا كده أوقات استجابة الدعاء إحنا هو قولنا حديث في الحلقات اللي فاتت يوم الأربع الدعاء الأثنين والسلساء فاستجيب له عصر الأربعاء على طول بقى ندعي في الوقت ده ودعوتين ساعتين لا ترد فيهم الدعاء عند الأذان ساعة ما الأذان يأذن على طول ندعي دعاء مستجاب ونعلم أولادنا أقول أذن يلا اللهم يا رب يا رب كريمنا يا رب بتاعنا يا رب اغفر لنا يا رب الجن نعلم أولادنا كده ونقطة تانية عند البأس أو حين البأس لما الصفوف المسلمين مع العدو ده دع ساعتها الدعاء مستجابة وتبقى حاجة بسيطة وخليها خلي الحديث بتاع النهاردة ده من الحاجات اللي بتعملها في جلسة العيلة والأولاد يحفظوه ويطبقوه وتجيبي بقى اللوحة بتاعت الإنجازات بتاعتك هاي مين اللي عمل يلا ياخد صح أو النجمة الدهبية مين تاني قال دعيت انت لا أنا ملحقتش النهاردة دعيت بس في أزانين اتنين لحقت الثلاث أزانات يا أمي ويطبقوه يلا يلا وعلامات ويفتحه وتبقى اللوحة بتاعت الإزباع وكلها نجم دهبية ممتاز جد وده شيء طيب على فكرة شيء طيب انهم ما يتعودوا على حاجة زي كده ودعاء بسيط وحديث بسيط وسهل وسهل انهم يحفظوه ويتعلم اما تعوز حاجة من أبوك أو أمك ايه دي ربنا الأول ويتعلم قبل ما تروح للعبد وروح للرب الأول وهكذا